وللمزيد ينضم إلينا هاتفياً دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر دكتور محمد يعني بيخطو ملف التنمية في سيناء خطوات واسعة بدأت تجني ثمرها مما نعكس بالطبع على أهالي السيناء بشكل خاص والدولة بشكل عام كيف ترى ذلك؟ ما حدث في السيناء خلال التسعة سنوات الماضية بيؤكد أن الدولة المصرية حينما وضعت مشروع تنمية سيناء في موضع التنفيذ اتطاعت أنها تخطو في خطوات كبيرة جداً حتى أبناء سيناء نفسهم بيشهدوا بأنه ما حدث لم يكن من المتوقع أن يحدث بهذه المدة القصيرة نحن النهاردة بنتكلم على حجم مشروعات سواء كانت خاصة بالبنية التحتية اللي تمت في سيناء أو عملية التنمية الشاملة اللي تمت لسيناء في شمال وجنوب سيناء أو عملية مكافحة الإرهاب اللي تم بالتوازي في دفع التوقيت يعني في الوقت اللي كانت الدولة المصرية فيه بتقوم بعملية تنمية سيناء كانت بتقوم بتطهير سيناء من الإرهاب بالتعاون ما بين الشرطة المصرية والقوات المسلحة وأبناء سيناء فلينا أقول لحضرتك أنه حجم ما تم استثماره حتى الآن في المشروعات اللي تمت في سينة النهاردة بنتكلم فيه تقريبا حوالي أكثر من 700 مليار جنيه تم انفاقها حتى الآن في المشروعات النهاردة بنشوف تنمية متكملة سواء كان تنمية عمرانية أو تنمية صنوعية أو تنمية زراعية تنمية زراعية موجودة في وسط سينة النهاردة بنتكلم على 750 ألف فدان موجودين في وسط سينة المرحلة الأولى منهم اكتملت بنتكلم عن مشروع مهم جدا مشروع التجل الأعظم اللي يعتبر من أفضل المشروعات أو أكبر المشروعات السياحية خاصة بالسياحة الدينية الموجودة في منطقة سانت كاترين منطقة الواد المقدس بنتكلم النهاردة فيه بنية تحتية تمت سواء كان مجموعة طرق طولية وعربية عملت في سينة الربط المهم جدا لسينة واللي بنعتبره فعلا ده شريان الحقيقي لربط سينة بالوادي والدلتة خاصة من خلال حزم الأنفاء اللي اتعملت سواء فيه أنفاء 3 يوليو أو أنفاء تحيا مصر أو النفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالإضافة للمعاديات والكباري اللي اتعملت لتسهيل عملية الانتقال من وإلى سينة بنتكلم على المشروع ده الطموح الكبير اللي النهاردة فيه خطوات كبيرة تمت فيه وصل فيه حجم التنفيذ لأكتر من 40% اللي هو خط السكة الحديد اللي لفترة طويلة جدا كان النهار اللي كان بيربط بورسعيد بالعريش نهاردة بنتكلم على القطار خط السكة الحديد اللي هيربط بورسعيد بالعريش ثم بطابة يعني احنا بنتكلم على خط سكة حديد هيربط سينة كلها شمالها وجنوبها دي كلها مشروعات التنمية اللي بتتم في سينة دي بتقول لنا قد إيه الدولة المصرية يعني حريصة بشكل كبير جدا على أن هي تعمل عملية التنمية حقيقية لأن التنمية هي أكثر أدوات فاعلة في مواجهة الإرهاب دكتور محمد يعني ذكرت تنوع ما تقوم به الدولة على أرض سينة من تنمية زراعية إلى سكك حديدية إلى أيضا تنمية صناعية ولكن أيضا هناك تنمية تمس الإنسان من خلال مشروعات حياة كريمة كل ذلك يعني كيف ترى كأدالة تعزيز الكتلة السكانية وجذب مالين السكان لسينة نباشكر حضرتك عايزة أقول حضرتك أنه تنمية الإنسان ده أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية في المرحلة الحالية وده بنشوفه من خلال المشروع اللي بدأنا فيه مرحلته الأولى اللي هو مشروع التأمين الصحي الشامل بنلاقي فيه من ضمن محافظات المرحلة الأولى محافظة شمال سينة وجنوب سينة ده نتج عنه تنمية يعني توسع كبير جدا في الوحدات الصحية وفي المستشفيات وتطوير المستشفيات اللي موجودة في سينة بالإضافة ليه تطوير المدارس أيضا مشروع خاص به التعليم تم التوسع في بناء عدد كبير جدا من المدارس النهاردة بنشوف كمان التعليم الجامعي بنشوف الجامعات الأهلية اللي موجودة زي جامعة الملكة الألمان اللي موجودة في جنوب سينة والنهاردة بنشوف أيضا جمعة العريش وجمعة الثور دي كلها بتقول لنا أنه في حرص شديد جدا على تنمية الإنسان وليه أولوية أولى أيضا بالنسبة للدولة المصرية في عملية التنمية بالنسبة للتنمية نعم هتفين دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر كنت معنا شكرا جزيلا لك